موسيقى مشاهدين الكرام حياكم الله وأهلا بكم في آخر طبعة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة السيد سجعان القزي نائب رئيس حزب الكتائب اللبناني أهلا ومرحبا بك سيد مشاهدين ثلاث قضايا تشغل بال اللبنانيين هذه الأيام قانون الانتخابات الذي لم يتم التوافق حوله حتى الآن بالرغم من طروحات عدة قدمت أو قدمت من جهات وفعاليات سياسية وطاولة الحوار التي اصطدمت برفض قوى الرابع عشر من أذار المشاركة فيها وملف النازحين السوريين الذي قسم المقسم في لبنان فاختلف عليه حتى أصحاب الحلف الواحد مشاهدين الكرام الموضوع الثاني سيكون المحور الأساسي في هذه الحلقة عفوا الموضوع اللبناني سيكون المحور الأساسي في هذه الحلقة أما المحور الثاني فبالطبع سيكون الأزمة السورية وتدعيات هذه الأزمة على لبنان وعلى دول الجوار سيد سجعان مرة أخرى أرحب بك كيف تقرأ الواقع اللبناني والوضع اللبناني حاليا؟ أقرأه بكل اللغات لأن الوضع اللبناني تتداخل فيه كل القضايا العربية والإقليمية والدولية الوضع اللبناني اليوم يعيش حالة مراوحة مع خطر حصول تفجيرات نتيجة امتداد الحرب السورية نحو الأراضي اللبنانية وتورط أطراف متعددي المشارب في هذه الحرب الدائرة وأعتقد أنه من الآن وحتى الأشهر القليلة المقبلة سيبقى الحديث حول موضوع السوري في لبنان هل تنتقل الحرب؟ الأزمة السورية انتقلت إلى لبنان ولكن هل تنتقل الحرب السورية إلى لبنان؟ هذا السؤال القضية الثانية التي ستكون محور الأسابيع والأشهر هل سيمكن يتمكن رئيس جمهورية من إحياء الحوار بين الأطراف اللبنانيين؟ والموضوع الثالث هو هل ستحصل الانتخابات النيابية في لبنان؟ هذه هي الأسئلة الأكثر طرحا على الساحة السيخية لبنانية وأعتقد أن هذه القضايا التي تشكل قضايا مصيرية بالنسبة للبنان ككيان وكنزام وكوحدة واستقلال من المؤسف أن الطبقة السياسية في لبنان تتعاطى مع هذه القضايا المصيرية من زاوية المنورات المتبادلة على حساب مصير لبنان وعلى حساب استقرار الشعب اللبناني وأمنه وسلامته بالتأكيد سنتناول خلال هذه الحلقة هذه الموضوع بتفصيل أكثر ولكن اسمح لي أن ننتقل الآن إلى عنوين لبعض الصحف العربية أهلا بكم جولة اليوم على أبرز عنوين الصحف نبدأها مع صحيفة القدس العربي التي عنونت عزة إبراهيم يتهم المالك بترويج المشروع الفارسي في العراق مئة الآلاف يحيئنا ذكرى انطلاق تفتح في غزة لأول مرة منذ عام 2007 إسرائيل تهود شوارع القدس المحتلة وتستبدل أسماءها العربية بشامير شلوم وبنيمين مفتي السعودية يشدد على وجوب أن تعزل المرأة عن الرجال مصر الإنقاذ تتمسك ببطلان الدستور وتشترط ضمانات لخوض الانتخابات إلى صحيفة البيان الإماراتية محمد بن راشد الإمارات ستبقى واحد استقرار ورخاء مئة ألاف العراقيين يتظاهرون في جمعة الصمود حشود احتفال فتح في غزة تعزز فرص المصالحة ننتقل إلى صحيفة الجمهورية المصرية انتفاضة أخوة سعودية لدعم القاهرة يا شعب بصر العظيم افتحوا جامعة الحب والإخاء ننتقل إلى صحيفة الدستور الأردنية طيران الأسد يكثف الغارات على محيط دمشق فتح تحي انطلاقتها في غزة لأول مرة منذ خمس سنوات تصاعد مظاهرات الاحتجاج في العراق ومسيرات تطالب بعدالة اجتماعية ومحاسبة الفاسدين إلى صحيفة الزمان العراقية الموصل تحي جمعة الحسين ضد قانون الإرهاب والمالكي يتوعدوا دعاة العصيان المدني منشقون عن القاعدة يتوعدون الجزائر بهجمات مجعة الاتلاف السوري لزمان مصر تضغط علينا لقبول خطة الإبراهيمي إلى صحيفة القبس الكويتية طعن بالسكاكين والضحايا ثمانية مواطنين ومقيمين علة العلال بيروقراطية قيادات الدولة وفتح تعود بقوة إلى غزة وبرجيد بردو تريد الجنسية الروسية الختام مع صحيفة الخبر الجزائرية استقالة أويحيا تعمق جراح بالخادم وستة وزراء وعشر سنوات من الفضائح جولة اليوم على عنوين الصحف انتهت ونعود إلى ملحم إلى استكمال آخر طبعة شكرا لك هيبة سيد سجعان سأبدأ بقانون الانتخاب والخلاف داخل الساحة اللبنانية على هذا القانون هناك حقيقة اختلاف حاد هناك أيضا عدة طرحات قد قدمت منها اللقاء الأرتدوكسي أيضا مشروع الحكومة القائمة على النسبية وقانون الهيئة الوطنية المعروف بقانون لجنة الوزير فؤاد بطرس بالرغم من أنه ذكر بالأمس أو نقل عن السيد نجيم مقاطي رئيس الحكومة اللبنانية أنه يقول مشروع بطرس هو الحل يبدو أنه انتقل من قانون النسبية إلى قانون الوزير فؤاد بطرس لأنه يجمع ما بين النسبية والأكثرية وأيضا مؤخرا نقل عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قوله أن أفضل القوانين هو اللامركزية الإدارية والتعاطي معه بروح انتخابية لا تفرق بين اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم أولا هل وصلكم شيء من السيد نبيه بري لا ما اجينا شيء رسمي اسمعنا أخبار ولكن عودة إلى حقيقة الصراح حول قانون الانتخاب أنا أعتقد أن خلفية الصراح حول قانون الانتخاب تخبئ مقطتين أساسيتين هناك اختلاف بين اللبنانيين حول مساقية الكيان اللبناني وكل طرف يريد أن يأخذ من قانون الانتخاب مشروع صيغة جديدة للبنان غير الصيغة القائمة والخلفية الثانية هي عدم رغبة أطراف معينين ينتمون إلى قوى سياسية مختلفة وليس إلى فريق واحد عدم رغبتهم بحصول الانتخابات خشية تغيير المعادلة النيابية القائمة حاليا والتي يبدو أنها تريح الجميع إلى حد ما أما بالنسبة إلى أي قانون انتخابي تفضل حزب الكتائر الجواب واضح لا لبس فيه ولا خلاف نعم نحن أولا نريد قانون انتخاب لكل اللبنانيين ونرفض أي قانون انتخابي ترفضه شريحة من مكونات لبنان الأساسية يعني إذا كانت الكتائب تؤيد قانون النسبية وهذا القانون يرفضه السنة في لبنان يصبح هذا القانون سيئا من الناحية الميثقية ولو كان جيدا من الناحية الانتخابية والسياسية وده وليك بالنسبة للقبول المسيحي والدرزي والشيعي ثانيا نحن الخيار الأول كان لدينا هو طرح قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي يعطي 64 نائبا للمسيحيين و64 نائبا للمسلمين ولكن تبين لنا أثناء المشاورات وعملية تسويق هذا القانون بأنه لا يحظى بأكسرية معينة فبحثنا عن بديل ليس لأننا لا نؤمن بهذا القانون بل لأننا نريد قانونا يقبل به كل اللبنانيين فوجدنا بأن من الممكن أن نتوصل إلى الدوائر الصغيرة الخمسين ولكن هذا الموضوع بالتحديد يعني قوة ثامن من أذار ترفضه بشكل كله هناك مشكلة أساسية تيار المستقبل والسنة عموما والدروز يرفضون القوانين النسبية بشكل عام وثماني أذار ترفض قانون الخمسين دائرة هل ممكن العودة إلى قانون اللقاء الأرثوذكسي الكتائب مستعدة الجواب واضح على كل حال أيضا قوى الثامن من أذار قالت بأنه إذا لم يتم التوافق على النسبية فمن الممكن دراسة القانون أو مشروع اللقاء الأرثوذكسي المشكلة أستاذي في لبنان بالنسبة لقانون الانتخابات أنك لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح أحزاب إنما مصالح طوائف لذلك في الدول الأخرى سهل جدا أن تضع قانونا انتخابيا لأن اللعبة ليست لعبة ميساقية هي لعبة دستورية فقط أما في لبنان فهي لعبة كيانية ميساقية طوائفية يتوقف عليها مصير وحدة لبنان وليس مصير الأكسرية والأقلية في المجلس النيابي أكيد سنستكمل هذا الحوار حول مواضيع متعددة في الشأن اللبناني ولكن اسمح لي أن ننتقل إلى عنوين لبعض الصحف اللبنانية مع ما يرزق صباح الخير وأهلا بكم في جولة على بعض عنوين الصحف اللبنانية الصادرة لهذا اليوم نستهلها مع صحيفة السفير وفيها الصفض يسترد موازنة 2013 لا نملك المال عشاء وسطيف بعبدة وبكركي ترحب بإعلان جنبلات إقفال ملف بريح بين غزة وفتح أكبر من احتفاء واشنطن بعد الهوية المالية تأهب لمعركة الدين العام وفي هذه الصحيفة اللبنانية أيضا مقترحات تركية لموسكو حول الأزمة السورية ننتقل الآن إلى صحيفة النهار وفيها لقاء للأقطاب الوسطيين وبعد ترجع الحوار الخارجية تستعيد تجارب اللجان مع دمشق القوات النظامية تتقدم في معظمية الشام وتعزز مواقعها في داريا وفي الشأن السوري أيضا وصول الدفع الأولى من صواريخ باتريت إلى تركيا لنشرها على الحدود ننتقل الآن إلى صحيفة الجمهورية وفيها واشنطن تنشر الباتريت على الحدود السورية وأنقر لدور روسي إيراني عشاء بعبدة الحوار والانتخابات ننتقل الآن إلى صحيفة الأخبار وفيها أيضا مقاتل جنبلات ما إلك إلا بطرس الأسد يعلن قريبا خطاب الحل جناف اثنين بلا تنحن والآن إلى صحيفة البناء اللبنانية أيضا الحديث عن صيغ لقانون الانتخابات لا يتطابق مع الواقع والأمور مرهونة بالاتصالات خطة نوعية لتطهير المناطق السورية من المسلحين وداريا أعلنت منطقة آمنة ظهور مكثف ومسلح لما يسمى بالجيش الحر شمالا ومعلومات عن تمدده إلى قرى وسط عكار وفي الشأن العراقي المالكي يجدد تحذيره من أجندات لإثارة الطائفية الإنقاذ الوطني الدستور المصري باطل وفي الشأن الفلسطيني عباس لا بديل عن الوحدة من أجل تحقيق النصر نبقى أيضا مع الصحف اللبنانية لننتقل أخيرا إلى صحيفة الديار وفيها اجتماع ليلي جمع سليمان ميقاتي وجنبلات وبحثوا أوضاع البلد والانتخابات قضية اللاجئين السوريين تكبر وعون يرفضهم وبسيل لمؤتمر صحفي اليوم بري مستعجل على قانون الانتخابات وجنبلات يزور بكركي دون أي مواكبة صورة جديدة للوضع السني تحالف بين ميقاتي والمفتقباني وكرامي هذه كانت بعض عنوين الصحف اللبنانية صادرة لهذا اليوم عود إليك ملحم شكرا لك مايا سيد سجعان جريدة النهار كما تبعنا قبل قليل عنوانة لقاء الأقطاب الوسطيين في بعبداوة المقصود بالطبع لقاء سليمان ميقاتي وسيد جنبلات مصطلح أقطاب وسطيين هل توافقون عليه أنتم كحزب كتائب؟ يمكن أن يكون هناك أقطاب وسطيون ولكن لا أعتقد أن الرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان هو قطب وسطي أو قطب من 14 أدار أو قطب من 8 أدار ما هو إذا؟ ميشيل سليمان رئيس جمهورية لبنان نقطة على السطر منه قطب وسطي؟ قطب وسطي يعني فريق ورئيس الجمهورية هو فوق كل الأطراف وفوق كل الاستفافات هكذا هو وهكذا أراه ثانيا يعني ربما المقصود بأفكاره السياسية لا أكثر ولا أقل ثانيا وليس بقربه إلى فريق دون آخر يعني أنا أعتقد أنه قطب وطني يعني لم تدخل بالتصنيفات السياسية عم بتمس برمزية رئاسة الجمهورية في لبنان على الأقل فلنبقي لهذه الرئاسة التي اتزعت صلاحياتها فلنبقي لها رمزيتها ثانيا دولة الرئيس ناجيب ميقاتي الذي نحترب ووليد بيك جملات الذي نقدر خاصة نشيد بمبادرته بإنهاء ملف مهجري بريح لديهم سياسات ربما مختلفة عن سياسة حزب الله أو بعض حلفاء حزب الله ولكن لا يمكن أن يكونا وسطيين طالما لا يزلان يؤمنان التغطية لبقاء هذه الحكومة الذي هي حكومة غير وسطية فقد تكون لهما أفكار وسطية ومنفتحة ومعتدلة ولكن ترجمة هذه الوسطية تبدأ بالبحث عن استقالة هذه الحكومة وإطلاق مشاورات نيابية لتأليف حكومة جديدة تنقذ لبنان النقطة الثالثة نحن نؤيد أن يبتدع الساسة اللبنانيون حالة سياسية جديدة تطلق لبنان من سجن الاستفاف القائم منذ سبع أو سمان سنوات بين 8 و 14 أدار ولكن الحالة الجديدة التي أدعو إليها يجب أن تكون حالة ترتكز على السوابط الاستقلالية والسياسية والسيادية وعلى مبدأ حياد لبنان التي تجسد في إعلان بعض برز مؤخرا اختلاف في الرؤى إن جاز التعبير أو إن كنت توافق على هذا المصطلح بينكم وبين قواء الرابع عشر من آذار حول قضايا عدى منها ملف الحوار اللبناني بالإضافة إلى موضوع قانون الانتخابات سأتطرق إلى موضوع قانون الانتخابات حقيقة السيد نبي بري طرح أن يكون هناك إقامة للنواب الذين يعتبرون أنفسهم أنهم مهددون أمنيا في فندق قرب مجلس النواب لحل هذه المسألة والمشاركة في اللجنة الانتخابية المكلفة بهذا الموضوع لكن حتى الآن لا يوجد موافقة من قبل بعض النواب في قواء الرابع عشر من آذار أما أنتم فحسب ما اطلعت على موقفكم سابقا أنتم توافقون على هذا الموضوع سؤال مثل اللعب الروسي يتضمن عدة أسئلة عدة طبقات أولا التمايز في 14 آذار ليس وكالة حصرية لحزب الكتائب المستقبل تتمايز حزب القوات اللبنانية تمايز بعض القوى المستقلة داخل 14 آذار تتمايز وهالتمايز أمر طبيعي في تكتل سياسي يضم أحزاب تأتي من مشارب مختلفة واتفقت على قضايا أساسية وجوهرية ويمكن أن تختلف على القضايا الأخرى تعتبرون هذا التمايز أمر طبيعي أمر طبيعي طالما في النهاية نتفق على موقف موحد ولكن هناك من قال بأن قوى 14 من آذار تتفكك أين رأيت هذا التفكك؟ بالعكس القوى 14 آذار في مرحلة تسخيم جديدة والدليل أن الكتائب عادت لتستأنف نشاطها بزخم في الأمانة العامة لـ 14 آذار إذن المسألة غير مطروحة في الوقت الحاضر ثانيا التمايز ليس حكرا على 14 آذار فقط لماذا لا تحدثني عن التمايز الذي حصل بين وزراء في الحكومة ينتمون إلى الحزب التقدم والاشتراكي حول موضوع النازحين والتمايز الذي حصل بين حزب الله وأمل من جهة وحزب ووزراء تكتل التغيير والإصلاح أنا مضطر للتوقف قليلا مع فاصل ولكن قبل ذلك أود أن أستشف منك الموقف حزب الكتائب من رفض بعض أنه في قوى 14 آذار طرح الرئيس نبيه دوريك لا علم لدينا بأن أحدا في قوى 14 آذار رفض الدعوة إلى الاجتماع في اللجنة المسألة يعني هذا الطرح قدم قبل حوالي أكثر من شهرين لا أبدا أبدا لا يوجد أي مماطلة منذ أن طرح الرئيس برري الفكرة اجتمعنا وكنت حاضرا في 14 آذار في بيت الوسط واتخذنا قرارا بحضور هذه الاجتماعات واجتمعت اللجنة النيابية المنبسقة من 14 آذار في منزل النائب الشيخ بطرس حرب وأبلغت الرئيس برري القرار ولكن الرئيس برري بعد التشاور ارتأى أن تمر الأعياد وأن تجتمع اللجنة اليوم السلساء المقبل إذن تقول بأنه لا يوجد تعطيل من قوى 14 آذار لهذا المشروع على كل حال سنتوقف مع فاصل قصير ومن ثم سنتابع هذا الحوار معك أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ما زلنا معكم في آخر طبعة وبالطبع ضيفي هنا في الاستوديو السيد سجعان القزي نائب رئيس حزب الكتائب اللبناني سيد سجعان سأبدأ الآن بملف النازحين السوريين الذي يثير قلقا كبيرا داخل الأرقاء السياسية اللبنانية حتى ضمن التحالف الواحد يعني هناك موقف واضح لسيد ميشيل عون تيار وطني الحر كان بداية يطلب إغلاق الحدود ومن ثم تراجع هذا الموقف إلى تقنين الحدود أو ضبطها بالأمس كان هناك موقف للسيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني تحدث عن موضوع يعني تعامل مع هذا الملف بشكل إنساني لا يجب إغلاق الحدود يعني هناك اختلاف واضح في مقاربة هذا الملف أنتم كحزب كتائب إلى أين تقفون إلى أي طرف تقفون يعني الوزير جبران بيسير بدون يقول من تقنين الكهرباء إلى تقنين النازحين حقيقة إذا تسمح لي ببعض دقائق أو ليس ما شئ موضوع النازحين موضوع لا يسير ولا يقلق ثريقا سياسيا واحدا في لبنان إنما يقلق كل اللبنانيين شعبا ودولة أكانوا علمانيين أو طوائفين وأنتم قلقون أيضا ونحن قلقون جدا ما يقلقنا في موضوع النازحين هو أن يكون النزوح السوري بهذه الكسافة حوالي 200 ألف نازح سوري إلى لبنان بالإضافة إلى الفلسطينيين أن يكون سياسة معينة وليس نتيجة الأحداث فقط في سوريا بمعنى آخر هناك في سوريا اليوم منطقتين منطقة تسيطر عليها المعارضة ومنطقة يسيطر عليها النظام فلماذا لا ينزح السوريون الذين يخافون المعارضة إلى مناطق النظام ولماذا لا ينزح السوريون المؤيدون للمعارضة إلى مناطق المعارضة لماذا هذا النزوح إلى لبنان لا ربما هذا الطرح قد يستعجل تقسيم سوريا هذا الموضوع الذي يتخوف منه يعني تقسيم سوريا أقل خطر من ضم لبنان إلى سوريا سيد الكريم أيضا هناك تخوفات على الساحة اللبنانية من تدعيات أمنية لموضوع النازحين في مقال في صحيفة السفير اللبنانية للصحافي غاصب مختار تحدث عن هذا الموضوع بعنوان قضية النازحين السوريين بين الأمن والسياسي سنستمع لمقابلة مسجلة مع السيد غاصب مختار حول المقال الذي كتبه في السفير اللبنانية الفكرة الرئيسية هي المخاوف التي تسيرها قضية النازحين في لبنان هناك مخاوف أول شيء إلى طابع أمن وطابع ديمقرافي وهي من وجهة نظر أطراب سياسية محقّة لكن في الجانب الإنساني فارد نفسه أيضاً أنا عم حاول بكرة أرى كيف الحكومة اللبنانية بدأت تحاول تتعالج هالمخاوف هايدي اللي فيه إلى طابع أمنة وطبعاً إنسانة فيه هناك تمويل من المصادر متعددة لكنه يعني غير كيف خاصة مع أن الترقب أنه الزياد مضطرد وبيعدد يعني شوية كبير لعداد النازحين بضوء استمرار المعارك بسوريا وتصاعدها فيه ترقب أنه يزداد العدد وإمكانات الدولة اللبنانية والدول المانحة اللي لحد هلأ قدمت مبالغ متواضعة يعني لا تكفي فلذلك الحكومة اللبنانية يعني باري عملت مثل استنفار دولي بدأت تحاول تجري أو بالأحراباشرة أمس واليوم اتصالات على مستوى دولي واسع من أجل أنه جلب المزيد من التمويل لأنه فيه إلتلك خوف أنه يزيد العدد وبشكل كتير مضطرد يعني طيب شو رأيك بهذا الكلام اللي يتفضل فيه السيد غاصم طبعا يعني كلامه لا يقبل المناقشة بمعنى أنه كلام طبيعي لبنان لا يستطيع أن يتحمل هذا العدد الهائل من النازحين بغض النظر عن محبتنا لإخواننا السوريين هل أتيكم أرقام واضحة لأنه هناك تضارف في هذا الموضوع الأرقام الرسمية التي اتفقت عليها المراجع الدولية والعربية واللبنانية هي حوالي مليون مائة وخمسة وسبعين ألف نازح سوري مسجل ما عدا غير المسجلين بالإضافة إلى حوالي 13 ألف نازح فلسطيني لبنان لا يستطيع أن يتحمل يعني النازحون السوريون ينتقلون من العنف إلى المأساة طيب ألا ينبغي أن يكون هناك خطة مدروسة من قبل الحكومة اللبنانية لمواجهة هذا الموضوع ومواجهة تدعياته لأنه هناك تحذيرات كبيرة حتى من قبل قادة أمنيين على تدعيات هذا الموضوع أمنيا طبعا نحن نخاف أولا قبل أن نتكلم بالأمن وبالمصير نتكلم من ناحية الإنسانية لبنان لا يستطيع أن يؤمن للنازحين السوريين حياة كريمة من ناحية الغزاء والطبابة والاستشفاء في أراضيه ومن ناحية إنسانية هل يستطيع أن يغلق الحدود أيضا؟ أنا لم أتكلم عن إغلاق الحدود وإغلاق الحدود ليست من شيم اللبنانيين ولا يجب أن نستغل موضوع النازحين السوريين لانتخابات نيابية أو لجمع شعبية من هنا أو من هناك ثانيا الخطر الأمني هو أن تنتقل الحرب بين السوريين في سوريا بين النازحين السوريين على أرض لبنان وحينئذ أقول لك أن لبنان يصبح جزءا من الحرب السورية ولا يمكن التنبؤ بالتداعيات الأمر الثالث هو الخطر الكياني كنت أتحدث عن ذلك قبل مقابلة الأستاذ مختار وقلت لك أنا أخاف من أن يكون هناك سياسة مبرمجة لتوجيه النازحين بهذه الأعدال الكسيفة نحو لبنان ليحصل امتداد بين سوريا ولبنان على الحدود الشرقية في البقاع والحدود الشمالية في عقار وذلك في إطار إعادة النظر في الحدود في منطقة الشرق الأوسط هذا الكلام لا يجب أن نأخذه على محمل من قبل النظام السوري؟ من قبل اللعبة الدولية نحن نعيش لعبة دولية المسألة في سوريا تعدت مسألة الثورة من أجل تغيير النظام اليوم في سوريا يوجد أقليتان أقلية النظام وأقلية الثورة أما الشعب الذي يشكل الأكسرية فهو اليوم يرفض النظام ويرفض ما أصبحت إليه وما آلت إليه الثورة ومن هي الثورة اليوم؟ هل هي لجنة التنسيق؟ هل هي المجلس الوطني؟ هل هي جبهة الثورة؟ هل هي العلمانية؟ هل هم المعارضون في المنفى؟ هل هم المعارضون على الأرض؟ وإذا كان فعلا المعارضة سيطرت على 60 و70 بالمئة على الأرض السورية ونتمنى ذلك لماذا لا تنتقل قيادة المعارضة إلى الداخل السوري؟ على كل حال الموضوع السوري سنتناول بالتفصيل ولكن اسمح لي قبل الدخول في هذا الموضوع أن نطرح موضوع الحوار اللبناني قبل إغلاق الملف اللبناني بشكل كامل النائب وليد جمبلات قدم مبادرة للخروج من حالة الركود السياسي إنجاز التعمير مؤلفة من خمس نقاط أنتم أيدتم هذه المبادرة بشكل واضح صحيح؟ كليا طيب ولكن الرجل دعا إلى التمسك بالحوار الوطني كسبيل وحيد لتسوية الخلافات السياسية وفريق الرابع عشر من أذار حتى الآن مصر على عدم جدوى الحوار صحيح؟ وقلتم بأنكم لن تذهبون إلى الحوار منفردين يعني هذا الموضوع تأييد عفوا تأييد المبادرة من جهة ومن جهة أخرى يعني عدم الذهاب إلى الحوار ألا يعتبر تناقض سياسي؟ استزلست بموقع الدفاع لا عن موقف أربع عشر أدار ولا عن موقف الكتائب نحن في حزب الكتائب دعونا إلى الحوار ودعونا إلى المشاركة بالحوار ولا نزال عند رأينا ونتمنى على فخامة الرئيس أن يدعو إلى جلسة حوار لنحضر الحوار ونشارك في حل القضايا المصيرية المطروحة ثانيا أربع عشر أدار لم ترفض الحوار بالمطلق وبالمبدأ والدليل أن دولة الرئيس فؤاد السانيورة قال أن البديل عن الحوار هو الحوار ولكن مشكلة الحوار ليست بالحضور والجلوس على كرسيا حول طاولة إنما المشكلة في الحوار هو أن الفريق الآخر ولنكون صريحين فريق ثماني أدار وخصوصا حزب الله يريد الحوار لاستمرار الحالة القائمة يعني استمرار الحكومة ولكن لا يريد البحث في القضايا المطروحة من قبل رئيس جمهورية من هنا أربع عشر أدار اعتبرت أن الحوار لن يكون مسمرا إذا لم يصدر موقف من حزب الله يقول بأنه مستعد للبحث بمصير سلاحه وبأن يلتزم بإعلان بعبدة وبعدم استعمال هذا السلاح في الداخل طيب سيد سجعان ما رأيك لو نتوقف قليلا مع مقتطفات من الصحف العربية والأجنبية ومن ثم سنتابع هذا الموضوع بالتحديد لأنه يعني فقرة الحدث تتناول الملف اللبناني أيضا السفير جنبلاط جرح بريح يندمل برز أمس تطور لا في التمثل في إعلان رأي جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط بعد زيارته البطريارك الماروني بشار الراعي في بكركي عن إقفال آخر صفحات التهجير في لبنان المتمثلة بملف بلدة بريح العالق منذ ثمانينيات قالت مصادر أسقفية رفيعة للسفير إنه قبل أن تبصر المصالحة النور يبقى الموضوع في إطار الوعد الذي نأمل أن يتحقق قال جنبلاط للسفير بريح آخر موقع لا بل آخر جرح من أحداث الجبل كانت هناك عقبات وشروط متبادلة وبفضل وعي الأهالي وكل المعنيين أمكن تذليل هذه الشروط والعقبات وبالإمكان القول أن هذا الملف قد طوية إلى غير رجعة وأشار إلى أن المصالحة الرسمية ستجري قريبا برعاية البطريارك ورئيس الجمهورية يرفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع موقف بكركي والبطريارك الراعي الذي يحمل كل الأطراف المسيحية مسؤولية الانقسام المسيحي في لبنان ويرى أن الدعوة إلى التفاهم يلفها الغموض فالمشكلة الأساسية بحسب رأيه تكمن في موقف العماد ميشيل عون من حزب الله ويرى جعجع أن الاتفاقية الحقيقية بين حزب الله وعون تنص على تخلي حزب الله عن الوزرات الحكومية لمصلحة التيار الوطني الحر مقابل مساندة الأخير له في كل قراراته السياسية والاستراتيجية وهذا ما يفسر تراجع عون المفاجئ عن القانون الذي طرحه اللقاء الأرتودوكسي فحزب الله طلب منه نسيان الاقتراح الأرتودوكسي إفساحا في المجال أمام حل بديل قد تتوصل إليه الأحزاب الموالية الحياة علمت الصحيفة من مصادر موثوقة أن الرغبة الرسمية قائمة لاستعاب السواد الأعظم من النازحين السوريين في منطقتين عكار والبقاع الغربي لكنها أشارت إلى محاذير يجب أن تأخذ في الاعتبار أولها صعوبة إيوائهم في هذه المناطق في ظل تعذر ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا إضافة إلى أن لدى بعض الأطراف مخاوف من استعابهم في مناطق تمثل بيئة حاضنة لهم لكن هذا لا يعني كما تقول المصادر أن يكون الحل في إقفال الحدود لمعنى حركة النزوح إلى لبنان أو في الضغط على بعضهم للعودة إلى المناطق التي نزحوا منها سيد سجعان قبل أن أنتقل لما ذكرته صحيفة لوريون الجور حول اتفاقية التفاوم الحقية بين عون وحزب الله أريد حقيقة أن أستكمل الحديث حول موضوع الحوار اللبناني أنت ذكرت قبل مشاهدتنا لهذا التقرير أن المشكلة الأساسية في عدم ذهاب قوى الرابع عشر من أذار إلى الحوار هو حزب الله صحيح؟ نعم أو تعامله مع بعض الملفات منها ملف قرار الحرب والسلم صحيح؟ صحيح طيب لماذا لا تذهبون إلى طاولة الحوار وتطرحون آراءكم وتتفقون على حل ما على استراتيجية دفاعية؟ أستاذ يعني لا يمكن فرض الشروط قبل الذهاب إلى طاولة الحوار أستاذ ملحم لا تقنع مؤمنا أنا مؤمن بالحوار وبجدوى الحوار وبأهمية حصول الحوار لأن لبنان هو حالة حوارية في الشرق الأوسط طيب حين يفقد لبنان حالته وسقافة الحوار لا يعود لبنان الحوار يعني المساق والمساق يعني الحوار جميل ولكن ما هو أخطر من عدم انعقاد جلسة الحوار هو انعقاد جلسات حوار دون أن تؤدي إلى نتيجة لأن عدم وصول الحوار إلى نتيجة قد يؤدي إلى انعكاسات أمنية على الأرض أما استمرار البحث في تأمين نجاح جلسة الحوار المقبلة فيعطي ضوءا وأملا للبنانيين بأن الأزمة لا تزال في إطارها السياسي ورغم ذلك نحن نعتقد أن الموقف الأنسب كان بضرورة حضور جلسة الحوار وقلت وأردد بأننا حاضرون للحضور إذا دعا فخامة رئيس الجمهورية إلى جلسة الحوار ولكن ليس بشكل منفرد الرئيس لن يدعو إلى جلسة حوار لا يشترك فيها كل مكونات لبنان لأن غياب المستقبل ليس غياب حزب يمكن للحوار أن يستمر بدونه غياب المستقبل هو غياب الممثل الأقوى للطائفة السنية في لبنان فإذا كانت هذه الشريحة غير مشاركة في الحوار يفقد الحوار صفته المساقية ولهذا السبب رئيس الجمهورية يتجه إلى إرجاء جلسة الحوار من دون أن يحدد مع الأسف موعدا جديدا لأنه لا يسق بالتزام كل الأفراق بالموعد الجديد إذا حدده طيب يعني لوريون لجور ذكرت أنه رئيس حزب الكتائب أو القوات اللبنانية عفوا سمير جعجع يرفض موقف بكركي والبطريارك الراعي الذي حمل كل أطراف المسيحية مسؤولية الانقسام المسيحي داخل الساحة السياسية اللبنانية أنتم هل تؤيدون أم ترفضون؟ نحن إذا كنت تريد جواب القوات اللبنانية الكتائب تعتقد لبل تؤمن بأن على المسيحيين الذي يتعرض وجودهم اليوم في الشرق للخطر خاصة مع صعود هذه الأصليات المتطرفة الجهادية عليهم أن يتوحدوا وتوحيد الصف المسيحي هو مسؤولية القيادات المسيحية ليس مسؤولية أمريكا ولا روسيا ولا إيران ولا سوريا ولا أوروبا هناك تلكء وهناك نقص في القرار المسيحي بالنسبة إلى الوحدة فيما بين الأطراف المسيحية طيب سنتوقف الآن مع مقال السيد ناصر شرارة في صحيفة الأخبار اللبنانية بعنوان الأسد يعلن قريبا خطاب الحل حول الموضوع السوري بالتحديد الأخبار ناصر شرارة الأسد يعلن قريبا خطاب الحل تتوقع مصادر في القيادة السورية أن يلقي الرئيس بشار الأسد في القريب العاجل خطابا مهما يضمنه رؤيته لحل الأزمة المصادر قالت أنه أثناء زيارة الأخضر الإبراهيمي إلى دمشق أرسل الأسد فيصل المقداد إلى موسكو حيث استعرض مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدنوف موقف الرئيس السوري من التسوية كما عرض على المبعوث الأممي والنقطة الجوهرية فيه أنه إذا لم يجري الاعتراض على ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014 مع مرشحين آخرين فإنه يوافق على خارطة الحل جونيف 2 وبحسب المصادر نفسها يتوقع أن يطالب خطاب الحل بالاعتراف بشرعية الموقف السوري في دعمه للقضيتين الفلسطينية واللبنانية ومقاومتهما وسعي سوريا إلى تحرير أراضيها المحتلة ويضاف هذه المرة لإسكندرون إلى الجولان وتلفت المصادر إلى أنه إذا لم يطرأ أي تطور يعرقل إطلاق الأسد مبادرته المتوقعة ستأخذ طريقها لتجسيد بنودها على الأرض من خلال مناقشتها في الاجتماع المرتقب منتصف الشهر بين نائبي وزيري الخارجية الأمريكي والروسي بحضور الإبراهيمي المحطة الثانية هي الذهاب إلى مجلس الأمن للموافقة عليها تحت مسامى جينيف 2 وسيمثل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين مناسبة لتتويج تبنيها دوليا وإطلاق صفارة حل الأزمة السورية سيد الكريم ما أنتم حذرتم كحزب كتائب من الاعتراف بالاعتلاف الوطني السوري على الصعيد اللبناني ما هي المخاطر التي يمكن أن تشكلها مثل هذه الخطوة؟ لم نعترض على الاعتراف بالاعتلاف الوطني السوري لأننا مع النظام وضد الاعتلاف أبدا إنما انطلاقا من مبدأ الحياد اللبناني ليس من واجبنا أن نعترف بهذا أو ذاك الاعتراف مسؤولية الدول وليس مسؤولية الأحزاب أو النواب أو الأطراف السياسيين في هذه الدولة أو تلك ثانيا هذا الاتلاف هل هو النظام البديل لنظام الأسد؟ بالبداية كان هناك المجلس الوطني ثم رأينا جيش سوريا الحر ثم رأينا الاتلاف الجديد واليوم نرى نسمع كثيرا بجبهة النصرة يعني الوضع في سوريا مختلف عن الوضع في مصر وفي تونس من يسيطر يوم على المعارضة؟ في مصر منذ اليوم الأول عرفنا أن البديل عن نظام مبارك هو الإخوان المسلمين الوضع مختلف في سوريا صحيح في تونس عرفنا أنه النهضة أما بسوريا فالوضع مخيف في سوريا برأيكم الآن من يسيطر على المعارضة السورية؟ يعني ليس لدينا معلومات دقيقة حول هذا الوضع حول هذا الموضوع ولكن الأخبار المتواردة حتى في الصحف الأمريكية والأوروبية المؤيدة للمعارضة تتحدث عن دور متنامن لجبهة النصرة وللتنظيمات الإسلامية المتطرفة وهذا أمر يقلقنا كثيرا في لبنان ولكن هذا لا يعني أننا نؤيد استمرار النظام السوري وبالمناسبة أن المقال الذي كتبه الأستاذ شرارة عن أن الرئيس الأسد يستعد لإعلان خطاب الحل يعني إن كان لي من رأي في هذا الموضوع أعتقد أن على الرئيس الأسد أن لا يأخذ مثل هذه المبادرة إن كان هناك من مبادرة جدية للحل للوضع السوري فلتأتي من طرف سالس من الأمم المتحدة أو من الجامعة العربية أو من الممثل الفريقين الإبراهيم ولكن أنت تعلم أن هناك اختلاف واضح بين الرؤية الروسية والرؤية الأمريكية يعني بالتحديد موضوع المشاركة في انتخابات عام 2014 الرئيس الأسد حسب هذا المقال يريد المشاركة في الانتخابات أنا أعتقد أن الحديث عن موضوع انتخابات استحقاق الانتخابات الرئاسية سنة 2014 هو موضوع تمويهي لأن إذا كان الخلاف على هذا الاستحقاق فهذا يعني بأن النظام في سوريا لا يزال قويا وإذا كان هذا التفاوض الدولي مع الأسد هل يترشح أو لا يترشح هذا يعني أن الأخبار التي تقول بأن المعارضة سيطرت على 60 أو 70% من الأراضي السورية تنقصها الدقة طيب اسمح لي بالعودة إلى موضوع السيطرة الميدانية على الأرض من قبل على الأقل المعارضة السورية في حديث لموقع النشرة قبل عدة أيام لكم قلتم فيه بأن المعلومات التي تريدكم نعم تريدكم عن أو من مصادر ذات ثقة تؤكد سيطرة قوة متطرفة وجهدية على المعارضة السورية نعم المعلومات يعني أنت ذكرت لي قبل قليل بأن الموضوع هو مجرد مصادر إعلامية الأكثر ولكن ما أريد معرفته حقيقة هل هناك من معلومات مؤكدة وهذا الموضوع هو الذي أقلقهم نحن قلقون منذ البداية حول الوضع في سوريا لأن منذ البداية نحن ضد أن يتحول الربيع العربي إلى ربيع أصوله أولا ثانيا أن جبهة النصرة أعلنت بلسان الناطق باسمها رسميا منذ أسبوع بأنها هي وليس غيرها النظام البديل لنظام بشار الأسد ولم يصدر أي تصريح لا من جيش سوريا الحر ولا من المنسقية العامة للثورة السورية تضحد هذا الكلام نحن نريد توضيحا حقيقيا من مناسقية الثورة السورية حول من هو النظام البديل ما هو برنامجه وما هي نظرته إلى العلاقات اللبنانية السورية هذا أمر لم يتم بعد نعرف موقف النظام السوري من لبنان عرفناه طوال 30-40 سنة الماضية احتلال وصاية قتل تهجير تدخل الأخري ولكن ما هو برنامج النظام البديل إذا كان من نظام بديل حاضر للحكم في سوريا اليوم؟ طيب هناك من يقول أن سوريا اليوم أمام سيناريوهين إما طائف سوري على غرار الطائف اللبناني أو تقسيم سوريا إلى دولات دولة كردية ودولة علوية ودولة سنية لا أتمنى لسوريا التقسيم لأننا نريد على الأقل أن نحافظ على كيانات سيكس بيكو على الأقل ثانيا لا أتمنى لسوريا طائف جديد لأن رأينا الطائف اللبناني ماذا فعل بلبنان منذ 1990 إلى اليوم طيب الآن بالنسبة لمسيحيي سوريا على ما يبدو أنهم خارج هذه الدائرة كلا خارج؟ شو خارج الدائرة؟ هم الضحية الأساسية في علاقة العملية؟ على الأقل فيما يتعلق بهذا الطرح يعني حقيقة هل هناك حديث مع الدول الأوروبية مثل فرنسا مثلا حول مصير مسيحي سوريا؟ نحن نتحدث مع الفاتيكا ومع أمريكا مع أوروبا ولكن أعتقد بأن على مسيحيي الشرق أن ينظموا أنفسهم في إطار حالة مسيحية مشرقية تأخذ على عاتقها وضع مشروع لتقرير مصير مسيحي الشرق وأن تقوم هذه الهيئة بتقديم تصورها دون خجل أو دون حياء لا يجوز أن يكون الكردي الذي تمكن من أن يقرر مصيره وأن يكون الشعب في مصر أن يقرر مصيره وأن يكون اليوم الدروز يبحثون عن تقرير مصيرهم والسنة يبحثون عن تقرير مصيرهم وإذا صدر صوت مسيحي يقول أين مكان في هذه اللعبة الجارية في الشرق الأوسط يتهم بالانعزال أو بالتقسيم أو بالانقفاء أو بالكنطنان وعلى ما يبدو أن المسيحيين في سوريا يعيشون أوضاعا صعبة صعبة للغاية أحد الدبلوماسيين الغربيين يقول في إحدى الصحف إن السيناريو الأقرب للمنطق بالنسبة للأقلية المسيحية في سوريا هو أنها ستهاجر من سوريا إلى لبنان ومن ثم إلى أسقاع العالم ويتحدث عن مشاهدات نقلها صحفيون أجانب عن أوضاع المسيحيين في المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة مثلا في إحدى البلدات استبدل رئيس البلدية المسيحي بآخر من طائفة أخرى يعني بدأت فعليا عملية اضطهاد إن جاز لنا التعبير يعني المشكلة أننا إذا تحدثنا عن الواقع المسيحي في سوريا نتهم أحيانا بأننا ضد الصورة لسنا ضد الصورة وأساسا أين أصبحت الصورة ولكن الواقع أن المسيحيين اليوم يضطهدون من التنظيمات الجهادية المتطرفة التي هي من مشتقات القاعدة في سوريا ونحن لا نستطيع أن نقل بذلك والوضع كذلك ما هو الحل برأيك في سوريا الآن؟ لا يوجد حل في سوريا اليوم يعني كيف بدأت تستمر الأمور هيك؟ يعني مع الأسف الحل غير ناضج بعد لسوريا تماما في لبنان لو سألت اللبنانيين في السنة الأولى ما هو الحل للحرب في لبنان لم يكن هناك حل هناك على ما يبدو المسألة في سوريا لم تعد مسألة انتصار صورة وسقوط نظام الرهان في سوريا اليوم هو على تدمير الكيان السوري وإضعاف سوريا كليا حتى لا يكون لها قيامتها فلا تتدخل لا في السلام العربي الإسرائيلي ولا في المنطقة ولكن ألا تعتقد بأن الطرح الذي قدمه الأخضر الإبراهيمي بتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة يعتبر الحل الأمثل الآن في سوريا مع بقاء الرئيس بشار الأسد حتى عام 2014 قلول أفضل من استمرار العنف ولكن مع الأسف لا النظام ولا الصورة تقبل بوقف العنف اليوم في سوريا السيد سجعان القزي نائب رئيس حزب الكتائب اللبناني أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في سيديوهات المايدين وشكر ومصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة نلقاكم غدا بإذن الله تعالى إلى اللقاء اشتركوا في القناة